اشتركوا في القناة 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 النادي الاهلي لتعرضوا لوعكة صحية بالامس الحمد لله حالتوا في تحسن وان شاء الله بإذن الله يخرج من المستشفى في اقرب وقت ممكن وايضا طبعا هو المدير التنفيذي لشركة لايف فبالتالي نتمنى له الشفاء العجل وان شاء الله تكون بسيطة ويقوم بسلامة ويرجع لجمهوره من خلال شاشة قناة النادي الاهلي بإذن الله تعالى هروح لفاصل بعد الفاصل بقى نتكلم في كل التفاصيل يلا بينا اهلا بحضراتكم مرة تانية في الحقيقة موضوع الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية وقصة السيدة العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي الذي لم يتم اعتماده حتى الان لأسباب غير واضحة وأسباب غير موجودة فالواحد مستغرب مش أنا بس المستغرب طبعا كل المتابعين كل المتابعين للرياضة المصرية كل المتابعين والمهتمين بأخبار النادي الاهلي بشكل عام مستغربين جدا من الإجراءات اللي تم اتخاذها في الملف ده مع كامل طبعا الاحترام والتقدير لكل الجهات المختصة يعني في الحقيقة لكن في نفس الوقت الاهلي النهاردة خطوتين مهمين قوي خطوتين مهمين قوي ليه الاهلي بياخدوا الخطوتين دول او ليه الاهلي مصمم على وجهة نظره الصحيحة وهي الصحيحة مش عشان احنا بنقوله ان هي صحيحة وخلاص عشان النادي الاهلي لا حضرتك راجع الموضوع وقرأ وادرس الكصة كويس جدا هتلاقي ان ما فيش اي خطوة اتخاذ النادي الاهلي كانت خطوة خاطئة اطلاقا ما فيش اي حاجة الاهلي عملها في اطار الدعوة للانتخابات او في اطار اوراق المرشحين اللي تم اعتمادهم من قبل اللاجنة الاولمبية والجهة الادرية اللي هي وزارة الشاب والرياضة ما فيش اي حاجة في الحاجات دي غلطت عملت خالص يعني فلو كل الناس درست وتبعت كده هتلاقي ان الموضوع يعني غريب نوعا ما فبالتالي خطوتين كانوا ايه قبل ما اتكلم على المادة تاة واربعين عشان نوضح برضو تاني زي ما وضحنا مبارح الخطوتين اول خطوة الاهلي يلجأ لهيئة قضايا الدول لحسم فوز العمري فاروق بمنصب النائب التسكية والنهاردة الاهلي ارسل طلب لهيئة قضايا الدول بيطلب فيه ايه هو خطابه وبيطلب يعني محضر اجتماع الجامعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد اللي حصل امتى الانتخابات دي حصلت امتى يوم الجمعة اللي فات لحد النهاردة الاهلي لم يتسلم حتى تاريخه هذا المحضر لحد النهاردة الاهلي ما خدش المحضر ده واللي بيتضمن ايه خلي بالك بقى بيتضمن ايه المحضر ده اللي مفروض الاهلي يستلموا والغاية دلوقتي مجاش مش عارفين ليه بيتضمن تشكيل مجلس الادارة عن الدورة الانتخابية 2021-2025 اللي هي كانت انتخاباتها يوم الجمعة اللي فات واللي تم حسمها بنسب كبيرة جدا من خلال اعضاء الجامعية العمومية في الانتخابات اللي كانت بصراحة بشكل اكثر من رؤى الفئات اللي موجودة بتبقى ايه زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة في مجلس الدورة بفئاته أو بفئات مناصبه المختلفة اللي هو الرئيس ونائب الرئيس وامين الصندوق وعضاء فوق السن وعضاء تحت السن وده طبعا وذلك وفقا للإعلان الذي تفضل بها المستشار الجليل رئيس اللجنة القضائية بعد الانتهاء من عملية الفرز فقد جاء في الإعلان أنه تم عرض اعتماد فوز العمري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتسكية وحصوله على موافقة أكتر من 25% من عدد الحضور هو هنا ليه الأهلي بيقول أن العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي حصل على موافقة 25% لأن ده أمر موجود في اللايحة وفي اللايحة النظام الأساسي لنادي الأهلي وفي البند رقم 43 إن لو حد نزل على أي منصب من مناصب مجلس الإدارة وما فيش قدامه أي مرشح منافس حيفوز بالتسكية بس شرطه أنه يفوز بالتسكية إيه؟ أنه هو يجيب عدد أصوات بنسبة 25% طيب هنا العمري فاروق بحفظ الألقاب جاب نسبة كام 94% خد عدد كام أصوات 19,472 تمام؟ يبقى كده هو معدد 25% بكتير يعني ما فيش أي مشكلة ما فيش أي غلطة ما فيش أي حاجة تعطل اعتماد فوزه هكمل لحظاتكم وهو ما يؤكد أن طلب عرض أمر المرشح على الجامعة العمومية مرة ثانية يدعو للدهشة والاستقراب وده الطلب اللي طلبته من اللجنة الأولمبية قال لك إحنا لا إحنا عايزين نعرض أمر العامري فاروق على الجامعة العمومية مرة ثانية في الجامعة العمومية العادية اللي هي بتبقى مثلا إيه كمان سنة اللي بتحصل كل سنة يعني وده أمر غريب بصراحة منافي تماما لكل الأعراف وكل يعني القوانين يعني فقال لك إيه خاصة أنه تم عرضه بالفعل من خلال استمارة التصويت طب استمارة التصويت دي ما لها الاستمارة دي هل الاستمارة دي بيعملها النادي الأهلي كده وبيترحل الجامعة العمومية لا طبعا دي بتبقى معتمدة ومختومة من الجهة الإدارية اللي هي وزارة الشهاب الرياضة أو مدرية الشهاب الرياضة بالقاهرة تمام والتي تم إدراج اسم العمري فاروق فيها لاعتماد فوزه بالتسكية وحصل على نسبة تأييد من أعضاء النادي تجاوزت 94% من الحضور وذلك لإعلاء سلطة الجامعية العمومية وهنا الأهلي بيحافظ على حقوق الجامعية العمومية أعضاء الجامعية العمومية بتاعت النادي الناس اللي هما جموا وصوتوا وقالوا رأيهم واستخدموا حقهم المشروع جدا جدا في اختيار مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي فطبيعي جدا نادي الأهلي ياخد الخطوات دي عشان يحافظ على حق النادي وحق أعضاءه واحفظ على استقرار مؤسسة النادي الأهلي التي تعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن ما فيش أدنى شك في الجزئية دي النادي الأهلي دايما دايما بيشتغل في صالح الدولة ومصلحة الوطن وده أمر مفروغ منه دي الخطوة رقم واحد الخطوة رقم اتنين النهاردة الأهلي رفض استلام خطاب خطاب الأولمبي اللجنة الأولمبي بخصوص نتيجة الانتخابات وتمسك بفوز العمري فاروق بمنصب النقل الورقة اللي قدام حضركم قدام حضركم دي استمرت التصويت والجزئية اللي فيها دي يعني فوق مثلا عندك خالد سليمان المحامي ده كان مرشح طبعا السيد خالد سليمان المحامي كان مرشح قدام الكابتال محمود الخطيب فكان فيه انتخاب ما بينهم واختيار من الجامعية العمومية طبعا باكتساح الكابتال محمود الخطيب فاز لكن الخانة اللي بعديها تحت مطلوب اعتماد الفوز بالتسكية ركز مع الحتة دي او مع الخط مع الجملة دي او مطلوب اعتماد الفوز بالتسكية على مين على فرض واحد اللي هو مين اللي هو السيد العمري فاروق اللي كان مرشح على منصب نائب الرئيس والخانتين اللي موجودين ايه يا موافق يا غير موافق لو موافق هتحط على موافق صح غير موافق هتحط على موافق غلط وفي الاخر بيتم احصاء عدد الموافقين والغير موافقين وبيشوفوا النسبة المقاوية النسبة المقاوية تلعت كم؟ تلعت 94% يعني عدة 25% بكتير بكتير جدا يعني فيش اي شك حلو حلو تعالوا بقى الخطوة التانية اللي كنت لسه بقولها لحضراتكم الاهلي عملها النهاردة واعلم عنها كمان الاهلي رفض استلام خطاب اللجنة الاولمبية بخصوص نتيجة الانتخابات ويتمسك بفوزة العمري فاروق بمنصب النادي النهاردة النادي الاهلي فوجئ بايه؟ بان اللجنة الاولمبية المصرية بعتت خطاب لم يتم ادراج في اسم السيدة العمري فاروق نائب رئيس النادي الخطاب ده في ايه؟ تشكيل مجلس الادار والعمري فاروق بحفظ الالقاب مش موجود في التشكيل ده فبالتالي الاهلي رفض قال لهم يا جماعة لا انا مش هستلم الخطاب ده من اللجنة الاولمبية المصرية الحيثيات ايه؟ حيثيات الرافض النادي الاهلي والاهلي بيرفضوا خلاص او الموضوع موضوع عند لا الموضوع موضوع حقوق الموضوع موضوع لويح وقوانين الموضوع موضوع خطوات تم اتخاذها عن الطريق الصحيح مليون في المية ولو في اي غلطة يا ريت الناس تطلع تقو يعني الناس تتعلن حتى البيانات اللي هم قالوها سواء اللجنة الاولمبية كامل الاحترام والتقدير وزارة الشهور الرياضة او الجهة الادارية كامل الاحترام والتقدير حتى البيانات اللي قالوها منزلش على صفحتهم الرسمية ودي حاجة غريبة شوي حاجة غريبة شوي حلو حلو قال لك جاءت حيثيات رفض النادي انه لم يتقدم للجنة الاولمبية باوراق ومحاضر الجامعية العمومية لا اعتمادها حتى الان يعني النادي اصلا تمام ما تقدمش للجنة الاولمبية باوراق الاوراق والمحاضر بتاعت الجامعية العمومية لا اعتمادها حتى الان لانه مستني القصة بتاعت العمري فاروق وفوق باللجنة الاولمبية بترسل خطاب اللي هو المشار اليه فوق طوعية دون سبب واضح ما فيش اي سواء انت بتبعتلي خطاب انا وانا اصلا ما بعتلكش اوراق ومحاضر الجامعية العمومية عشان تعتمدها فالخطاب جي على اساس ايه هنا السؤال العمر الذي ترتب عليه قيام ادارة النادي بمخاطبة اللجنة الاولمبية المصرية تؤكد فيه على سلامة كل الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية الاهلي خاطب اللجنة الاولمبية المصرية المحترمة الموقرة بتؤكد فيه على ان الاجراءات العملية الانتخابية كلها سليمة والتي جرت تحت اشراف مين الجهة الادارية المفوضة من اللجنة الاولمبية اللجنة الاولمبية هاي اللي فوضت الجهة الادارية عشان تشرف عن انتخابات النادي القاه وان العامري فاروق فاز بمنصب نائب رئيس النادي بالتسكية ده مين اللي بيقول الكلام ده هي الجهة الإدارية نفسها اللي فوضيتها مين اللي فوضيتها اللجنة الأولمبية بعدما تم عرض أمره على الجمعية العمومية من خلال استمارة التصويت الايه المعتمدة من الجهة الإدارية ومدون أمام اسمه موافق أو غير موافق لاعتماد فوضه بالتسكية بناء على قرار الجهة الإدارية هل في أي خطوة من دول غلط يعني أصلا الاستمار اللي بتقول فيها موافق أو غير موافق هي أصلا استمارة معتمدة من الجهة الإدارية اللي فوضيتها اللجنة الأولمبية هكمل لحضراتكم وحصل العامري فاروق على نسبة تزيد عن 25% من عدد الحضور اللي هو بنسبة كان 94% وهو ما يفي بفوضه بالتسكية وابقى للقيحة النظام الأساسي للنادي وأن طلب عرض أمره على الجمعية العمومية مرة ثانية تنفق مع المنطق واللوائح والقهوني فقد تحض قاكل غرض الغرض خلاص تحقق من إيه؟ من هو يجيب النسبة المقاوية اللي هي تكون أعلى من 25% عندما تم إدراج اسمه كمان في استمارة الترشيح وتم اعتمادها وقام أعضاء الأهلي بالتصويت عليه وحاز على أعلى الأصوات اللي هي كانت كانت 19472 صوت فدول الخطوتين اللي عملهم النادي الأهلي النهاردة هنا برضو فيه استغراب مهمة أوي ودهشة غريبة شوي واتكلمنا فيها مبارح وحنفكر بها حضراتكم تاني ونفكر بها كل من هو منوط بهذا الملف فيه ثلاث أندية نزل فيهم مرشحين عن طريق التسكية أندية دي اللي هي مين؟ سموحة في سكندرية الظهور تمام؟ وهيليوبلس أبعد عن سموحة في سكندرية لأن الجهة الإدارية اللي بتشرف على سموحة في الانتخابات مش هي الجهة الإدارية اللي هتشرف عنها دي ومال مين هي الجهة الإدارية اللي بتشرف عنها دي هي الجهة الجهة الإدارية أو جهة اللي هي بتاعة الشباب الرئيضة في القاهرة مدرية الشباب الرياضة بالقاهرة هي اللي بتشف عن انتخابات الاهلي واشرفت عن انتخابات مين كمان؟ هليوبلس وزور تعال في الظهور كده الظهور عنده ثلاث مرشحين نزلوا عن طريق التسكية ما كانتش قدامهم حد اللي هما مين كمان؟ الرئيس ونائب الرئيس وامين الصندوق السنادة لانه مادة المادة تيتا واربعين هتقول لي ما هي المادة تيتا واربعين دي موجودة في لايحة النادي الاهلي هقول لي حررتك موجودة ايضا في اللايحة بتاعتهم موجودة ايضا في اللايحة الاسترشادية ها؟ اللي هي بتبقى من خلال وزارة الشباب الرياضة او من خلال لجنة القلمبية نفس الصيغة هي هي طب ليه كيلب المكيالين ايه اللي اختلاف اللي حصل عشان يتم عدم اعتماد فوز السيد العمري فاروق كنائب رئيس للنادي الاهلي هنا السؤال بيطرح نفسه حاجة يعني غريبة شوي فبالتالي مجمل الموضوع واللي عايز ااكد عليه مع حضراتكم ان الاهلي بكل الطرق المشروعة والقانونية ودي طبيعة النادي الاهلي دائما وابدا بيحافظ على حقوق وبيدافع عن حقوق وحيفضل يدافع عن حقوق طالما ما فيش اي مستند او ما فيش اي سند يقول غير كده او يقول ان الاهلي يا جماعة خد الخطوة الفنانية دي غلط هم بيستندوا للمادة تاتة واربعين طبما المادة تاتة واربعين تم تطبيقها اللاجنة الامبية بتستند المادة تاتة واربعين تعالوا بقى نشوف المادة تاتة واربعين لان الجزئية دي مهم نشرح لعضراتكم المادة تاتة واربعين هل الاهلي عمل حاجة غلط فيها خد خطوة من خطوات غلط لا ادي المادة تاتة واربعين اللي موجودة في ليحة النظام الاساسي للنادي الأهل اللي تم التصويت اللايحة دي اللي تم التصويت عليها من قبل الجمعانية المهمية للنادي بتقول ليه اللايحة نتيجة انتخابات مجلس الإدارة يفوز المترشح الحاصل على أعلى الأصوات حلو فإذا تساوى اتنين أو أكثر في عدد الأصوات اجريت قرعة بمعارفة رئيس اللجنة القضائية المشرفة لتحديد المترشح الفائس ده لو اتنين ايه تساوى يعني مثلا لو السيدة العمري فاروق خد تسعتاشر ألف مثلا يعني تسعتاشر ألف ربعين وسبعين وكان قدامه مرشح اللي هو سايي مثلا الأستاذ وليدي الفيل اللي تم رفض ترشحه من مين من قبل مين اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية اللي طعنوا على حكم اللي كان هو خدوا بحقية ترشحه عملوا استشكال فلو اللي اتنين مثلا كانوا خدوا نفس عدد الأصوات ساي ايه عشر تلاف وعشر تلاف مثلا يعني هنا تتعمل قرعة والقرعة هي اللي تحكم والقرعة دي بتبقى من خلال مين بمعرفة مين رئيس اللجنة القضائية المشرفة لتحديد المرشح الفائس تعالى في اللي بعدها وإذا كان بقى عدد المرشحين مساويا لعدد المطلوب انتخابه على وفق مقاعد مجلس الإدارة أو كان عدد المترشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه وهي دي بقى الجزئية عدد المترشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه اللي هو بمعنى ايه بمعنى ان مثلا العبري فاروق نزل على منصب نائب الرئيس وما فيش حد ينزل قدامه إيه اللي يحصل بقى إيه اللي بيحصل تعرض أسماءهم على الجماعية العمومية بنقول للجماعية العمومية والجماعة الراجل ده مترشح على منصب ده ولوحده علشان بقى نعتمد فوزه بالتسكية مطلوب من حضراتكم يا جماعية عمومية ان انتوا توافقوا وان اللي يوافق منكم تكون نسبة بتاعت التوتل كله 25% على الأقل من عدد الحضرين نسبة النسبة المطلوبة عشان يتم اعتماد أو يتم موافقة على تواجده في المنصب ده لازم تكون 25% طيب عدد الجماعية عمومية عارفين اللايحة دي عملوا ايه الناس اختارت العملي فاروق كنائب رئيس في الاستمارة كم واحد كم موافق في الاستمارة ايوه شكرا جدا يا بيو دي الاستمارة كم واحد كم موافق مين كم واحد حط علامة صح على موافق اللي هي مطلوب اعتماد الفوز بالتسكية العملي فاروق كم واحد 19,472 من اصل كم واحد من اصل 22,000 وشوي عشان يبقى ضقيق يعني 22,000 مش متذكر وكامل فالنسبة المقوية تلعط كم 94% عددنا 25% او لا عددناها اذا اين هي الخطوات الخاطئة اللي اتخذها النادي الاهلي ولو كان فيه خطوات خاطئة طب ليه منوهش عنها او منبهش عنها الجهة الادارية قبل الانتخابات او ليه منبهش عنها اللجنة الانتخابات بل بالعكس كمان هم اعتمدوا بل بالعكس كمان هم استشكلوا في حكم وليد الفيل بانه يترشح رغم ان الاهلي كان حريص اشد الحرص ان وليد الفيل يكون موجود تجنبا للتواجد في الساحة المحاكم فدي جزئية مهمة جدا ووضحنا لحضراتكم وشرحنا لحضراتكم الأمور كلها من أولها لأخيرها بل كمان تم اعتماد النتيجة بتاعت الانتخابات يعني انا كنت موجود في الانتخابات واسمعت يعني المستشار الجليل وهو بيعلم النجح وكان ضمن الأسماء اللي تم الاعلان عنها العمري فاروق كان نائب رئيس النادي الأهلي بين عدد أصوات كذا بنسبة كذا فالموضوع بالموضوع لحضراتكم وانا عندي سوكة كبيرة بإذن الله لنقصة هتتحل لأن أكيد كل الناس حريصة على تطبيق اللوائح والقوانين كل الناس بقى مش بأتكلم على حد معين وحد لا كل الناس أكيد حريصة على تطبيق اللوائح والقوانين كل الناس حريصة على استقرار الأندية الكبيرة وأعرق هذه الأندية نادي الأهلي وكل الناس حريصة على الانتصار لحق الجماعة العمومية اللي هي اختارت من اللي يكون موجوده ومن لا فمن الغير منطقي إطلاقا أن يكون فيه انتخابات تانية أو فيه عرض أمر نائب الرئيس في الجماعة العمومية الجاية فهي دي جزء ده أمر مهم وإحنا زي ما عارفين أكثر حرصا في الحقيقة على تطبيق اللوائح من خلال هذه الخطوات ومن خلال شرح المفصل اللي احنا شرحناها لحضراتكم عشان الصورة تبقى واضحة لحضراتكم بالشكل كامل وعشان الأمور كلها تبقى واضحة للجميع ده فيما يتعلق بهذا الملف هروح بقى لفصل بعد الفصل عندنا أخبار كتير بتتعلق بالأهلي وبتتعلق بمشاركته في كاس العام الأندية وبرضه هنتكلم في الجزء دي شوية استنونا بعد الفصل اهلا بحضراتكم من جديد طيب قصة كاس العام الأندية احنا الحمد لله الأهلي بيشارك في كاس العام الأندية المرة السبعة في تاريخه ان شاء الله والمرة التانية على التوالي فالنهاردة الفيفا أعلن عن موعد البطولة اللي هو إمتى قال لك كاس العام الأندية هتنطلق من الفترة من 3 فبراير لحد 12 فبراير 2022 في الإمارات هنا الأزمة وهنا المشكلة واللي مش عارفين حالها هتبقى ازاي وحقول له حرابكم احنا مش عارفين ليه حالها هيبقى ازاي بطولة الامة الأفريقية هتقام في شهر يناير من 9 يناير ل 6 فبراير لو بإذن الله واحد أحد قدر المنتخب الوطني ان شاء الله ان يوصل لدور نصف النهائي فنصف النهائي هتكون المطش بتاعه يوم 2 أو 3 فبراير وبطولة كاس العام الأندية امتى هتبتدي يوم 3 فبراير حلو؟ هتقول لي تما هو لقدر لا ممكن نوصل نصف النهائي لقدر الله نخرج لا ما احنا لو خسرنا في نصف النهائي هنلعب على 3 والرابع فانت مكمل لأمتى مكمل اليوم 6 فبراير حلو؟ له بإذن الله بإذن الله يعني منتخبنا يكون موفق وان شاء الله يوصل لنهائي البطولة وكمان يجيبها لنا بإذن الله يعني طيب ما هو الأهلي مفروض حيشارك في كاس العالم الأندية يوم 3 فبراير طيب الأهلي عنده كم واحد من لعبته في المنتخب في بعض الأحيان بنوصل لتسعة لعبة في بعض الأحيان ممكن يبقوا أكتر على حسب اختيارات كيروش طيب هتلعب كم كاس العالم من غير اللعبة دي هتلعب بمين؟ بالناشئين؟ هتقول لي منقام منت الأهلي ما شاء الله مليانة لا طبعا فيش حاجة اسمها كده هتلعب في كاس عالم أندية هتلعب مع تشيلسي هتلعب مع بالمرس تلعب مع الهلال السعودي تلعب مع منتيري مكسيك تلعب مع عندي تقيلة قوي 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 وانت كمان في نفس الوقت انت بتلعب باسم مصر بتشرف مصر مش مصر بس ده أفريقيا كمان فبتحاول ان انت تمثل مصر خير تمثيل فأنا مش عارف في الحقيقة ليه الاتحاد الدولي قرر ان البطولة تكون في التوقيت ده لكنها بس تنتج حاجة والله أعلم ده استنتاج مش معلومة ولا اي حاجة يعني الله أعلم ممكن يكون الاستنتاج ممكن احنا عارفين سمعين من فترة اللي فاتت ان في احتمال البطولة بتاعت الامة الأفريقية تتأجل لان الكاميرو مش جاهزة وملعبها مش جاهزة ولسه ما جاهزوش نفسهم بالشكل التام عشان يستضيفوا البطولة اللي مفروض خلال شهر ونص من دلوقتي او اقل كمان من شهر ونص تمام فهل الاتحاد الدولي عنده المعلومة دي بالتنصيق مع الكاف ولا لا طب هل هو نصك اصلا مع الكاف وما نصكش فدي الحاجة الغريبة جدا بخلاف لعبة الاهل الموجودة في المنتخب انت عندك بعض اللاعبين في الفرقة اللي بيمثلوا منتخباتهم في البطولة دي زي علي معلول ده عنصر يعني لاغن عن مع منتخب تونس بطولة الامة أفريقية ممكن يوصل الادوار النهائية عندك بدر بنون لو موجود مع منتخب المغرب لسه الله اعلم حيختاروه ولا لا لو موجود ووصلوا من مغرب منتخب تقيل قوي ممكن يوصل لنهائي البطول ممكن يوصل لقابل النهائي حلو عندك أليو ديانج لعبة تقيل جدا 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 ممكن يوصل الادوار اكسائية مع منتخب مالي او مش ادوار اكسائية بس لا النهائيات يعني النص النهائي والنهائي فانت بتفقد ثلاث العيو بيرسي توا مش موجود لان جنوب أفريقيا ما تأهلتش مصر فمش عارف الحل في القصة دي ايه تعال بقى لتشيلسي ما تشيلسي هيشارك في كاس العام الان دي ان شاء الله بإذن الله نقابله في النهائي يا رب عنده مين تشيلسي عنده أهم عنصر في الفرقة أهم عنصر اللي هو مندي حارس المرمى ده حارس مرمى منتخب السنغال هل منتخب السنغال ده ضعيف هيخرج من الأدوار القولة لا طبعا ده من المؤكد أو شيء بهم أكد وصوله لنصف النهائي على الأقل فالتشيلسي ممكن يلعب البطولة من غير مندي هتقول لي ما هو تشيلسي ما يبتديش البطولة من الأول طب ما هو برضو ده حارس مهم حيبقى مجهد لو راح على أول مطش مباشرة لتشيلسي في كاس العام الاندية بعد ما يخلص مشواره مع منتخب السنغال في البطولة طب الحل في القصة دي ايه أنا حقول لحضراتكم أنا تواصلت مع حد في الاتحاد الدولي مش خبير ولا حاجة احنا برضو بنعرف نتواصل مش كابتل عصام الفتاح بس لا احنا كمان جمدين يعني تمام فسألت كده قلت له يا جماعة الحل ايه في القصة دي هل ممكن يكون في حلول أو بتاع قالولي بصراحة صعب صعب يكون في حلول في الموضوع ده طب المطلوب ايه يا جماعة يعني المفروض اللي يحصل قالولي لازم يكون فيه خطوات سريعة وإن دي الأهلي يبعت للاتحاد الدولي ودي حاجات المفروض منها يعني بصوا شلو من دماغة وبتحصل أو حتحصل أو يعني الأهلي هو اللي هيعلي أنا مش بعلا أنا حقا معرفش لغاية دلوقتي الأهلي لازم هو اللي يعني يقول لك احنا بنعمل ايه خطوات ايه في القصة دي عشان نقدر نشارك في كاس العام الأندية بفرقتنا كاملة عشان نقدر نبص المصر بالشكل الأنسب فلازم الأهلي يبعت أسباب مقنعة للاتحاد الدولي اللي يقرأت القادم الأسباب المقنعة ايه ان انا حشارك كده في البطولة ناقص عدد كبير جدا من اللاعبين ان منتخب مصر قوامه الأساسي من لعبة الأهلي وده أمر واقع تمام ان عندي عدد من اللاعبين المحترفين اللي بيمثلوا منتخباتهم في بطولة الأمم الأفريقية وده أمر حقيقي هل الفيفا هتوافق على الموضوع ده انا بقول له حضراتكم صعب جدا اتمنى ان هي توافق طبعا اتمنى لأن نفسي منتخب بلدي يوصل لنهاية أفريقيا وجيب لنا البطولة نفسينا طبعا جدا جدا ونفسي الأهلي يوصل لنهاية كاس العالم ويجيب لنا البطولة اللي لا يشرف مصر ويمثل مصر احسن تمثيل فحنستنى حنشوف ايه اللي هيحصل من اجراءات او خطوات قد تحدث خلال الساعات القليلة جدا المقبلة وهيكون ايه رد الفيفا كاس العندية كاس العندية صعب جدا يتلعب في معايدة اقول له حرككم بالاخر صعب جدا يتلعب في معايدة فده فيما يتعلق بالجزئية طب الاهلي معتمد على مين كمان في الموضوع ده او هيعتمد على مين في الموضوع ده هيعتمد على المهندس خالد مرتاجي امين الصندوق واللي عنده علاقات في الحقيقة خارجية ممتازة وانا لمست ده بنفسي مع الفرقة في قطر في كاس العالم الأخيرة كنت موجود وشفت قدق الرجل ده علاقاته ممتازة جدا جدا مع عضاء الاتحاد الدولي ومع كل من يمثل الاتحاد الدولي لكرة القدم وحالة الود والحب المتبادلة ما بينه ما بينهم وحالة التفاهم هل هيقدر يأثر في تغيير الموعيد انا بقول له حرارتكم صعب لكن هيقدر ينقل الصور هيقدر يوضح الموقف وحيبقى القرار الأول والأخير الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يالي بقى ذلك هنشوفه وحنتبعه اللي هيحصل بعد كده الله أعلم ده في علم الغيب نتمنى أن الأمور تتحل والدنيا تبقى في صالح الجميع لأنه ده أمر مهم جدا ده فيما يتعلق بقصة كاس العالم وكاس الأمم الأفريقية هروح لفاصل بعدين نتكلم شوية عن بعض الأخبار اللي تتعلق بالنادي الأهلي على السوشيال ميتيو استنونا طيب كلينا أقول له حضراتكم خبر مهم جدا ومعلومة مؤكدة 100% 100% هيخاطب كل من الاتحاد المصري لكرة القدر والاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لعرض كل وجهات النظر بخصوص تعارض مسابقتين كاس العالم الأندية مع بطولة الأمم الأفريقية تمام؟ وده حريص جدا عليه النادي الأهلي وحيبقى فيه خطابات رسمية بكرة الصبح من النادي الأهلي لكل الجهات اللي قلت لحضراتكم عليها لإيجاد حل للقصة دي علشان يتم مرعاة مبدأ تكافؤ الفرص لكل الفرق اللي حتشارك في كاس العام الآن دي والأهلي حيتكلم معهم في المعاد يا جماعة خلوا بالكم احنا عندنا المعاد ده بتاع كاس العالم متعارض مع المعاد التاني اللي هو بتاع مين كاس الأمم الأفريقية ده كاما الأهلي حيقول كاما ده مين الاتحاد المصري الكورتكاد الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي فأرجوكم يا جماعة الفيفا فير بلاي الشعار بتاعها فير بلاي فإحنا عايزين مبدأ تكافؤ الفرص إحنا عايزين فير بلاي ده مبدأ تكافؤ الفرص حلو عايزين يكون الكل متساوي عنده فرص متساوية في المنافسة فأنت لما أتشلسي هتروح تلعب بقائمتها الكامل أين كان بقى أتشلسي صبعا حتة تانية بقى فرقة أقوى من أي فرقة هتشارف هم مرشح لأول ده أمر أكيد لكن عندك منتيري عندك بالميرس أنت تنافس معك سبت والسنة اللي فاتت عندك الهلال الصعودي لا يقل عنك ولا أنت تقل عنه خالص فالمنافسة قوي لكن الناس دي ما تروح بكامل قوايمها والأهلي يروح ناقص له 10-12-13 لعيب بدون مبلغة فكده هايبقى الموضوع ما فيش أي تكافئ فرص خالص يعني فده اللي حيتلب به الأهلي بكرة الصبح بخطابات رسمية حيتم إرسالها لكل الجهات اللي قلت لحضراتكم عليها ده استكمال الجزئة اللي احنا كنا منتكلم فيها في السيجمينت اللي فات وده أمر مهم جدا 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 على أمل على أمل تحديد وتعديل معاد إما كياس العالم الأندية أو بطولة الأمم الأفريقية طيب ده كان أمر مهم ومعلومة مهمة ومؤكدة وخبر هام قلت أقوله لحضراتكم بشكل سريع في بعض يعني الأراء بتقول لك في اكتراحات من الكاف إن القوائم بتاعت المنتخبات تبقى مفتوحة بطولة الأمم الأفريقية بحيث المنتخب اللي يخرج فاللعيب بتاعه بسرعة على طول الحاجات دي بس أعتقد الأمور دي برضا هتكون صعبة جدا تعالوا نشوف أخبار الأهلي في السوشيال ميديا والحسابات الرسمية المختلفة نبتدي بحساب اليوم السابع على تويتر واللي بيقول للأهلي يناقش أزمة أمم أفريقيا ومنديال الأندية مع فيفا وكاف وده شرحته لحضراتكم بشكل كامل وهيتم فعلا بكرة إرسال الخطابات دي المصر الرياضي حسابهم على تويتر بيقول بعد أعلام موعد منديال الأندية الأهلي يتحرك رسميا كله بيتكلم في الكتصة دي لأن هي فعلا أزمة تعرض الموعيد ده أزمة كبيرة جدا للنادي الأهلي اللي بيمثل مصر في كاس العام الأندية فحنشوف الدنيا هتمشي إزاي أمر برضو غريب مش مقصود بيه أهلي طبعا يعني عشان حالش يقول أنت يعني أصدك أن الناس عايزة تدور لا مش مقصود بيه الأهلي بس واضح أنه ما كان فيه أي تنصيق أو فيه أي تواصل حتى ما بين الكاف والاتحاد الدولي رغم أنه كان رئيس الاتحاد الدولي كان موجود هنا في مصر ورئيس الكاف كان موجود هنا في مصر فتواجد رئيس الاتحاد الكورة الحالي لا تعرف ما تتكلمش مع بعض في الموضوع ده يعني كانوا قريبين من بعض يعني لا نتفاصل مثلا أو فيه حاجة لا الخطوات نشتر لم تتوصلش لا كانوا مع بعض هنا في مصر فكان لازم يتناقش طيب تعالوا نخش على اللي بعد يلا كورة بتتكلم على إيه من خلال حسابهم على تويتر الأزمة ستواجه الأهلي في أكثر من عنصر وده اللي احنا اتكلمنا فيها حضراتكم في حال وصول هذه المنتخبات في النصف نهاية أفريقيا عندك مين تونس وعندك مالي وعندك المغرب والأهلي عنده مين ثلاثة جامدين قوي في الفرقة وعناصر أساسية في الطريق في المنتخبات دي بصور أساسي وفعال في مالي فالموضوع مش مكتصر عائبة الأهلي في المنتخب مصر في تصريح بقى للسيد مصطفى فهمي نائب رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي واللي قال إيه قال الفريق الوحيد الذي سيواجه أزمة بسبب اللعبين دوليين في كأس العالم الأندية هو الأهلي قال لأول مرة في التاريخ تجرب طولة عالمية في التوقيطات أو في التوقيط ذاته مع كأس قرية قال أهلي الفريق الوحيد اللي هيواجه الأزمة في الموضوع ده فنتمنى أن الأزمة دي يتم حلها والأهلي لن يتوانى ولن يتأخر في أخذ الخطوات السريعة نحو حل الأزمة دي اليوم السابع موسيمان يبحث مع الأهلي مصير معسكر إمرأة والبداء الحل الغاء ولسه ما تمشي استقرار بشكل نهائي على المعسكر المعسكر كان الدافع الأكبر من خلاله أن الأهلي كان فيه احتمال يلاعب الرجاء في السوبر الأفريكي مع نهاية شهر ديسمبر فكنت هتروح تعمل معسكر تطلع من هناك على مثلا قطر تلعب إيه السوبر وتبقى جهزت للسوبر ده بشكل كويس جدا لكن دلوقتي يعني إيه نقول أن لسه الأمور بعد تأجيل السوبر فلسه فيه تفكير هيتم الإستقرار بعد منقشة كل هذه الأمور من خلال المسلماني والجهاز الفني بالكامل يعني والنادي طبعا طيب خليني أروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل بإذن الله يلا تعالوا نتكلم شوية عن منتخدنا الوطن الأول واللي بصدد المشاركة خلاص فيه بطولة كأس العرب في قطر وهي بطولة تعتبر إعدادية بالنسبة لقطر بخصوص كأس العالم عشرين واثنين وعشرين هي مكان كأس الكارات تمام لكن هي بطولة مهمة بكل تأكيد النهاردة كيروش كان عنده مؤتمر صحفي أو هيعقد مؤتمر صحفي غدا مش النهاردة بعد المران على طول المران حيكون فيه تمام الساعة الثالثة عصرا ونفس توقيت مباراة المنتخب مع منتخب لبنان ولا مباراة المنتخب في البطولة بعد بكرة بإذن الله تعالى في المؤتمر ده هيتكلم فيه عن كل الأمور التي تتعلق بمنتخدنا الوطني أحمد حجازي شارك في تدريبات المنتخب النهاردة بشكل جيد أفكر حضراتكم إحنا معنا مين في المجموعة معنا لبنان معنا السودان تاني مباراة ومعنا بعد كده الجزائر دي مجموعة منتخبنا الوطني نتمنى لهم يا رب كل التوفيق سواء لكيروش أو لكل اللعيبة ومهم قوي أن كيروش يقف على مستوى بعض اللعبين هل هم يعني يستحقوا التواجب مع منتخب مصر خلال الفترة الهمة جدا المقبلة ولا لا طيب خلينا نروح للجانب العالمي شوية وناخد خبر وحيد بشكل سريع قبل ما أخذ تفاعل حضراتكم حفل القرى الزهبية الليلة في باريس وده في إشارة إلى عدم فوز محمد صلى الله أصل هو مش موجود صلاح يبقى بس مش حيفوز هو لو حيبقى موجود هو ما بيقول له قبلها أنت تعالى عشان ممكن تبقى منتخبات الأول على القل فمش عارف حيبقى منتخبات الأول لا لكن في كل أحوال معنى كده لو صلاح ما راحش يبقى هو مفاش بالقرى الزهبية النهاردة هتكون بعدها أعتقد الساعة 9 بالليل نتمنى كل التوفيق الصلاح يستحق يكون أحسن لعب في العالم إن شاء الله يفضل مكمل على شغله المميز اللي بيقوم به عشان في قدم السنوات يقدر يحقق لسه كمان جائزة زابست بتاعت الفيفا زابست فأنا أتمنى إن شاء الله أنه يفوز بي هنأخذ تفعل حضراتكم مصطفى السيد وكان سؤال الحلقة تتوقع من يكون مع الأهلي في القرعة في كاس العالم قال لك مساء الخير مساء الخير يا درش أتوقع مجهة الهلال أو بالميروس وأنا أختار بالميروس والاتنين في الحقيقة بصراحة يا مصطفى حيبقوا صعبين جدا جدا في كل أحوال الأهلي بطل ومستعد لمواجهة أي حد الداليا الكابتانو قالت أتوقع الجزيرة الإماراتي ونفوز إن شاء الله ونقابل بالميروس ونفوز إن شاء الله في النهاية الأهلي وتشيلسي ونحقق زهبية عفضية وتبقى أفضل نسخة بإذن الله يا رب يا درش يا سلام حد يكره كده نتمنى آخر تفاعل معايا أحمد البداني قال مساء الخير مساء الفل عليك يا أحمد أتوقع مقابلة الأهلي في قبل النهائي لفريق أمريكا الجنوبية إن شاء الله وتجنب تشيلسي إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي أين كان حيقابل مين الأهلي مستعد وجهز المهم يلعب بيه لعبته كاملة في كاس العالم الأندية لأن ده هيبقى أمر مهم جدا طبعا وأمر هيكون عائق بشكل كبير في مستوى النادي الأهلي في البطولة في حال فقدانه للعبي الدوليين اللي بيقدروا بعدد حوالي مع منتخب مصر من 9 إلى 7 وبخلاف الموجودين مع منتخبات بلادهم المحترفين مع النادي الأهلي نتمنى للأزمة دي تتحل قريبا وسريعا بإذن الله تعالى ده كان تفاعل حضراتكم معنا ودي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند استنونا في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج بإذن الله تعالى إلى اللقاء